في السيق متصل أعلنت القوات المسلحة المصرية أن اليوم الخامس عشر لعملية حق الشهيد بشمال سيناء أصفر عن مقتل تسعة إرهابيين وأشار بيان القوات المسلحة أنه تم تدمير خمسة وعشرين خندقا والقبض على سبعة عشر من المشتبه بهم وكذلك تدمير عربات من أنواع مختلفة وأربع عشرة دراجة نارية وحرق ثمان وعشرين عشة كما قامت القوات المسلحة بفتح مستشفيين ميدانيين بمنطقتين الرومانا وبئر العبد لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين من أبناء سيناء